اشتركوا في القناة من سلوكها بسم الله الرحمن الرحيم اولا يجب ان نعي ان ايران محتادة على العقوبات منذ قيام الثورة حتى الان فهم يعولون على خطتهم في التعامل مع هذه الازمات لكن هذه الازمة او هذه العقوبات او ما يمر بايران حاليا يختلف عن ما سبقها لوجود التظاهرات في الشارع الايراني ما يلفت نظر المراقب لما يجب ان ايران هو تغيرات لن تكون تحدث تغيرات او ما يحدث تابقا من ضمن هذه الامور ظهور شعارات لن يكون يجرى تطاول ايراني على تقول بها ثم هذه الشعارات التطاول على الرموز التي اوصلت لهم لهذه الحالة التخلي عن المكملات المستراتيجية الايران كحزب الله والحزبين بانها عبع على الاقتصاد الايراني بدل على التنية الامر الاخر في هذه التظاهرات هو اتفاعها الجغرافي وتحولها من مدن الى اخرى وتفعت هذه التظاهرات يوم بعد يوم الامر الثالث هو التطاول على المؤسسة الدينية من خلال مهاجمة بعض الاماكن الدينية التي تعبر عن وجود هذا النظام فما يجب انه يخلط عن مكان مخطط له صانع القرار السياسي الايراني بانهم معتادون على العقوبات هذا الامر في هذه المرة يخلط نعم طبعا دكتور هناك سخط في الشارع الايراني وهناك مطالبات للمتظاهرين هذا الصخط الذي يعني من جراء العقوبات التي تم فرضها على ايران هل تعتقد بان النظام الايراني سوف يغير من سياساته تجاه تظاهرات والاحتجاجات بعد هذه العقوبات هناك اكثر من مؤشر على ان صانع القرار الايراني يعي ما يحدث بدليل ذهاب روحاني الى اوروبا فورا وخصوصا الى سويسرا بحب انها من يمثل الملايات المتحدة في ايران فقام بذلك كمن يفتح قناة حوار مع الامريكان باننا نعاني مما تقومون به الامر الاخر ان هناك قناة تواصل او للتفاوض او للسروج من هذه الازمة من خلال القناة العمانية وهذه يحيط فيها الكثير من التكتم ولا نعلم ما يجري لكن اعتقد ان الايراني يعون ان هذه المرة تستخدم ضربات موجعة ولا قبلة لهم بالتعامل معها كما تعاملوا في ماشطة نعم الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج من الكويت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا